أسباب كثرة التبول واحد أسباب شائعة ولا تدل على وجود مشكلة طبية شرب كميات كبيرة من السوائل كلما شرب الشخص المزيد من السوائل زاد عدد مرات التبول نوع السوائل بعض المشروبات مثل الكافي والكحول تدر البول مما يزيد من تكرار التبول بعض الأدوية بعض الأدوية مثل مدرات البول تسبب كثرة التبول كأثر جانبي الحمل يضغط الرحم المتضخم على المثانة مما يسبب كثرة التبول التقدم في العمر مع تقدم العمر تصبح عضلات المثانة أضعف مما قد يؤدي إلى زيادة تكرار التبول الحالة النفسية القلق والتوتر يمكن أن يزيد من تكرار التبول بعض العادات بعض العادات مثل شرب كميات كبيرة من السوائل قبل النوم أو تأثير الذهاب إلى الحمام عند الشعور بالحاجة أثنان أسباب طبية أمراض الكل تسب أمراض الكل تلفا في الكل مما يؤدي إلى عدم قدرتها على تصفية الفضلات بشكل صحيح مما يؤدي إلى تراكم السوائل في الجسم وكفرة التبول مرض السكري يسبب مرض السكري ارتفاع مستويات السكر في الدم مما يؤدي إلى سحب الماء من الأنسجة إلى مجرى الدم مما يؤدي إلى زيادة إنتاج البول التهابات المسالك البولية تسب عضوى البكتيريا في المثانة أو مجرى البول تهيجا وألما مما يؤدي إلى زيادة تكرار التبول والشعور بالحاجة الملحة للتبول التهاب المثانة الخلالي هو حالة التهابية مزمنة تصيب المثانة مما يؤدي إلى ألم وتكرر التبول سرطان المثانة قد يكون كثرة التبول أحد أعراض سرطان المثانة انسداد مجرى البول قد يسبب انسداد مجرى البول مثل حص الكلا أو تضخم البروستات صعوبة في التبول مما قد يؤدي إلى كثرة التبول من المهم استشارة الطبيب إذا كان الشخص يعاني من كثرة التبول مصحوبة بأي من الأعراض التالية الشعور بألم أو حرقة عند التبول وجود دم في البول سلس البول الشعور بعدم القدرة على إفراغ المثانة تماما فقدان الوزن غير المبرر التعب أو الإرهاق الحم القشعرير سيقوم الطبيب بإجراء فحص جسدي وفحوصات أخرى مثل فحص البول لتحديد سبب كثرة التبول تحديد سبب كثرة التبول